أهلا بكم في محورنا الثاني أعلنت المدرية الأمن العام العمل بحزمة من القرارات المرورية الهدفة إلى تحسين الواقع المروري وتوفير أعلى درجات السلامة على الطرق الحديث أكثر حول قارات السير الجديدة أرحب بضيفي العميد فراس صعوب مدير إدارة السير مساء الخير يا سيدي أهلا بك مساء الخير فراس بيك أول إشي بدي أبدأ في التضليل لأنه وجدتنا جملة من تساؤلات حول موضوع التضليل وشو ما الجديد يعني رفعت النسبة من 30 إلى 50 في المدين شو الإجراء كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع وكيف نقدر نعرف هات 30 إلى 50 سيد الكريم يعني جاءت فكرة رفع نسبة التضليل بناء على يعني محاكات ومخاطبة الشارع العام يعني احنا منعرف أنه بجوز الظروف الجوية بالأردن اتغيرت أصبحنا أو أصبحت الأجواء حارة نوعا ما بالأردن فبالتالي هو نبض الشارع وتم رصد هذا الموضوع من قبل مدرية الأمن العام ووفقا لذلك تم إجراء دراسات معينة حتى نعمل فيها بما يسمى الإجابيات وسلبيات هذا القرار إذا عملنا مثلا نسبة التضليل رفعناها إلى 100% ما هي الإجابيات وما هي السلبيات إذا 75% كذلك الأمر فارسأت اللجنة ومخرجات هذه الدراسة أنه نسبة التضليل 50% هي واقعية ومنطقية على أرض الواقع وتحقق الغاية المبتغى وهي يعني خنقول حماية المواطنين ركاب المركبة من أشعة الشمس أيضا زيادة فعالية أجزة التكييف اللي خنقول داخل المركبة وبذات الوقت منعنا نسبة التضليل أن تكون أكثر من ذلك لأنه إذا أصبحت هناك التضليل نسبة 75% أو 100% أصبح هناك الزجاج داكن وبالتالي أتوقع أن هنا سلبياتها أكثر فهي من باب المقارنة والعدل والكفة الترجيح توقعنا أنه 50% وكان هو القرار الصائب بحيث تم رفع نسبة التضليل من 30% إلى 50% طيب سيدة كيف يريد يعرف المواطن؟ الناس فيه بيروحوا بيحطوا 30% بيقولون بيجوا على السير بقولون لا هذا أكثر من 30% كيف يسدل المواطن منه 30% هاي ولا مش 30%؟ نحن نحكي عن أجهزة منتشرة يعني تعرف هنا مرتبات دارة السير دكتور منتشرة في جميع محافظات المملكة وبالتالي لا نستطيع إعطاء كل رقيب سير هذا الجهاز جهاز الفحص ولكن إذا كانت هناك مشاهدة من قبل رقيب السير أن هذا التضليل بألوانه داكنة ومعتمة هي منطقيا يتم إعطاءه إشعار إعطاء سائق المركب أو صاحبها إشعار وليست بخالفه بحيث يتم مراجعة أقرب إدارة سير أو أقرب قسم سير موجود في المملكة والتأكد من هذه النسبة إذا كانت واضحة أنها 50 أو 60 فما دون مباشرة يتم تركه وشأنه دون إعطاءه أي شعار ودون يعني هنقول تكبده أي معانا لمراجعة أي قسم من أقسام السير بالمناسبة أيضا أقسام الترخيص المنتشرة الآن بإمكان أي سائق مركبة أي صاحب مركبة التوجه حتى قبل إيقافه من رقباء السير بالميدان التوجه إلى أقرب قسم ترخيص وفحص هذا الجلاتين أو التضليل الموجود على مركبته للتأكد من نسبة التضليل فمباشرة هذا الجهاز مش يعني خنقول جهاز مثل المنتشرات أو الفحص النظري الموجود بالمحلات بإمكانه التأكد مباشرة من القسم ويعطوه نسبة التضليل حسب ما هو موجود على الأرض الواقع طيب اسمح لي عشان أكون معك صري بتقول لي احنا نعطيه إشعار هاي صفت قائر فردي لرقيب السر صحيح؟ إنه شايف مضلل زيادة ولا لا هذا واحد هنا هو الأهم هناك مركباتي اليوم حديثة تيجي مضلل قزازها مضلل من بلادها نصح حتى بالله كيف بده يميز مرات حتى المواطن بيعرفش يميزها بصراحة بشتري سيارة من وكالة سيارات من معرض سيارات تسميهي ما شئت الزجاج نفسه داكن يعني مش مركب تضليل شو سوي؟ الأخ الكريم الزجاج أي كانت نسبته إذا جاء من بلاده مدام داخل البلد وترخص وطلع من الحرة وترخص فهو قانوني لكن الإشكالي على الأرض الواقع والميدان اللي بتم أو خنقول اللي بحصل إنه بكون زجاج معين نسبته مثلا العشرة خمسة عشر بالمية ويأتي المواطن الكريم ويضع نسبة التضليل خمسين بالمية فهنا هذا الفارق العشرة والخمسة عشر هو الفارق الغير قانوني اللي يحاسب عليه بالنظرة يعني أنا أؤيدك إنه بالنظرة يكون من الصعب بمكان التمييز بالنظر ولكن أنا كان مدعاة كلامي ببداية الحديث إذا كان قاتب وواضح قاتم وواضح اللون إنه أسود هنا نعطي إشعار إذا كان هناك نسبة خفيفة أو نسبة تميل إلى الخمسين أو ستين أو الأربعين هنا نترك وشأنه ولا يعني خنقول لا نقوم أي نعم نقوم بإيقافه أنه إحنا بمجرد إيقافه بجوز هو المواطن نزعج لكن هي بحد ذاتها يجب أن نتأكد من ظروف المركبة سواء من ناحية نسبة التضليل أو إذا كان هناك مخالفات أخرى فبالتالي نسبة التضليل إذا كانت عالية يعطى إشعار دون مخالفة ولكن إذا كانت النسبة بسيطة ومرئية بالعين المجردة لرقيب السير أتوقع رح يتركه وشأنه إن شاء الله بس عشان هذا الموضوع أي مركبة جاي من بره شو ما كانت تضليل عليها إذا زجاج مضلل وأخذ الترخيص انتهى المضلل إذا زجاجه طبيعي يعني إحنا معنا إشكالي لأنه أصلا مر عبر القنوات القانونية والظروف القانونية ممنوعي وقف رقيب السير بمعنى أنا غزدي يعني إذا رقيب السير وقف وقفوا قالوا أنت مضلل لو مش مضلل قالوا أنا مش مضلل هيك إجت من بلادها بيسحب حالي وبتوكل هلا هو بوقفه هو مصموح بدي وقفه طبعا بدي وقفه لكن ما يعني سؤالك يعني إنه يأخذه مثلا أو يعطي إشعار يعطي إشعار ما بطلا مدام الزجاج جاي من بلده على هذه الشاكلة يعني خاني نقول له ضاير ويتم يعني خاني نقول تركه وشأنه ولكن اسمح لي بدي أشير لنقطة يعني مهمة الزجاج ونسبة التضليل المقصود فيها هي الزجاج الجانبي للشبابيك الجانبية وليس الزجاج الأمامي والخلفي الزجاج الأمامي للسائق والخلف هذا قولا واحد المخالف فلا يجوز وضع أي ملسقات أو يجلتين أي كانت نسبته على هذه نحن بس نحكي على الجوان الأمام والخلفي يمنع من عمبات عليهم يكون أي نوع مع التضليل نعم صحيح أبدا أبدا هذا يعني نهائيا مجرد ما يعني يكون حتى لو كانت نسبة 10% والزجاج 10% أصبح 20% هي بحد ذاته مخالفة نحن نتحدث يعني من باب لا ضرر ولا ضرار يعني نخفف يعني من حدة أشعاعات الشمس على المواطنين وكذا عن طريق تضليل الزجاج الأمامي أو عفوا الزجاج الأمامي للجانبي يعني نحن 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 نحكي أمامي في أمامي وخلفي للجانبي بين قصيا طيب أنا بس سؤال أخير في هذا الموضوع هاي المواد لماذا يسمح بدخولها هاي المواد التضليل يعني هو لأكثر من 50% طيب خلاص نحن نحط في المواصفات المقيس 50% بس بدخول وانتهى الموضوع صحيح؟ هو صحيح كلامك يعني أتوقع أنه يعني بجوز أنا غير مخول بالإيجابة لأنه يعني موضوع يعني هي جمارك واستيراد وتصدير لكن نحن بالنهاية نحن نطبق القانون ما يشاهده رقيب السير على الأرض الواقع ملزمين من باب يعني خلنقول العدالة والشفافية أن نطبق القانون على الجميع طيب في المحمر الثاني سأتحدث عن موضوع النقاط النظام أو النظام النقاط المرورية الذي سيتم تطبيقه وسيشرح في راس بيك للمواطنين فاصل من ثم نواصل القومانا نواصل حوارنا وظيفنا الكريم حديثنا سيكون حول موضوع النقاط المرورية ونظام النقاط المرورية وأنا أول شيء بجي أسألك لماذا نعود لهذا القرار اليوم هذا مقرر من زمان وموقف ليش؟ أخي الكريم هو النظام معمول فيه سابقا ولغاية اللحظة ولكن تم تفعيله في هذه الأيام عندما نتحدث عن النظام بشكله القديم اللي بالمناسبة هو تم إصداره على شكلته أو عفا على شكله الحالي بعام 2008 لكن كنا نتحدث عن مخالفات ورقية لا يوجد ربط إكتروني يعني بمعنى الربط الإكتروني ما بين المؤسسات سواء البينية داخل الوحدات الأمن العام بالصورة الحالية ولا يوجد أيضا ربط إكتروني ما بيننا وبين أمانة عماني الكبرى بوضعها وصورتها الحالية فعندما انتهينا من هذا الربط الإكتروني كانت هناك السهولة بإنعكاس هذه المخالفات مباشرة على أجهزة أجهزة البي دي اي اللي هي الأجهزة المعنية بالمخالفات الإكترونية فمباشرة تظهر هذه المخالفة هذه المخالفات جاءت على سبيل الحصر بهذا النظام وهي عشر مخالفات مباشرة مجرد ما يتم إيقاع هذه المخالفة تنعكس مباشرة على هذا الجهاز وبالتالي يتم احتساب هذه الخنقول للنقاط وزائد المجموع العام فإذا تعدت هذا المجموع العام يعني سأتي عليه لاحقا إذا تعدت مدة معينة أو نقاط معينة يتم وقف العمل بهذه الرخص حسب هذه المخالفات يعني إذا أنا بعرف أنه مش دنبك في راس بيك بس والله 14 سنة كثير بين وبينك أنا بعرف أنه مش دنبك بس بقولك أربع إحنا أخذنا موضوع 14 سنة منحلي أنتصر متأخرا خير من أنتصر بس والله 14 سنة كثير متى سنبدأ تطبيق النظام أولا هو طبق يعني تقريبا أو عيد تفعيله يعني تقريبا إحنا ماشيين حوالي شهر 30 يوم بتفعيل هذا القانون اليوم أي واحد بتخالف تنزع النقاط نعم من شهر من شهر هي من أول أستاذ الكريم هي من أول ولكن الآن يتم الاحتساب ومتابعة بجموع النقاط طيب خلينا استعرضهم أنت كرمت فقط عشان المواطن يعرف كيف تسجل النقاط المرورية وعلى ماذا تفضل طيب إذا استعرضنا هذه النقاط إذا في عندنا مخالفات تستدعي أو تستدعي وضع نقاط معينة بحسب جسامة هذه وخطورة هذه المخالفة فمثال تجاوز الإشارة الضوئية من يرتكب هذه المخالفة تسجل بحقه أربع نقاط هذا أعلى قم عشان بس أوضح أعلى كم يسجل في المخالفة الواحدة أربع نقاط بشكل الحالي نعم بشكل الحالي إذا تجاوز إشارة ضوئية حمراء أربع نقاط أربع نقاط قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية أيضا أربع نقاط هذه يعني أربع نقاط إذا استعرضنا لثلاث نقاط قيادة المركبة بسرعة متهورة على طرق هذا مثال على ثلاث نقاط بس أسمحني في الأربع نقاط فيه نقطتين أثانية قيادة المركبة بسرعة تزيد عن السرعة المقرة بأكثر من خمسين كيلو متر نعم صحيح وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية مما يفقد سائقة السيطرة على قيادتها هذه أربع نقاط يعني إذا افترضنا شخص قطع الإشارة أربع مرات هنا دخل بالخط الأحمر اللي تستوجب على إدارة السير هلأ باجل العقوبات اسمحني أنا قبل ما قبل هون قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية مما يفقد أسائقها سيطرة على قيادتها نعم من يحكم هذا الأمر شو هلأ إذا إذا تم أو قد نقول نتج عنه حادث هي تلقائيا أنه يخذ منه عينة ويتم إرسالها إلى المستشفيات هي المستشفيات المعنية بإعطائنا النسبة أو المختبر الجنائي ثلاث نقاط قيادة المركبة بصورة متهورة على الطريق وهذه تعود لرقيب السير وتقديره ومشيك نعم صحيح تجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع تجاوز فيها نعم قيادة المركبة بعكس تجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور نعم يعني هاي مثبتة بشواخص أرضي إذا في ممنوع المرور أكا المخالف نقطتين نقطتين إلي قيادة الدراجة دون ارتداء خوذة الرئيس للسائق والراكب نعم قيادة مركبة شحين يزيد وزنها الإجمال على الحدد المقرر ونقطة واحدة للوقوف بشكل مزدوج بشكل مزدوج على الطرق أجل العقوبات فقط احنا بنحكي كله على 16 نقطة بشيك يبدأ ما يبدأ من 16 تبدأ ب16 نقطة إذا تجاوز عدد النقاط 15 ودخلنا إلى باب 16 هنا تبدأ اللي عنده 16 نقطة بوخذ الإجمال مش 15 لا 16 إذا 16 لا 19 يتم وقف العمل 20 يوم راح يتم وقف العمل تسحب الرخصة ولا بتوقفوها سحب الرخصة سحب الرخصة مجرد ما أسحب الرخصة دكتورنا منعطيه إشعار 24 ساعة يعني تعرف أنه إحنا راح نرصده بالميدان فلا يعقل أني أسحب رخصته وأقول له سيارتك روح ووصلها لبيت هو يعتبر الآن ساغ غير مرخص لا يملك رخصة وعجزه عن إبراز فبالتالي نقوم بيعطاه أو إشعار لمدة 24 ساعة حتى يقوم بإيصال تأمين المركب أو من يركب معه طيب إذا 20 إلى 24 نقطة ثلاثة أشهر إذا من 20 إلى 23 ثلاثة أشهر إذا دخلنا على 24 هنا ندخل البند الثالث اللي مي وعشرين أربعة أشهر حجزها لمدة أربعة أشهر أكثر من 28 نقطة مرورية يتم إيقاف الرخصة لمدة ستة أشهر إيش قصة شاتب ثمان نقاط لو سمع أشير إليها لا إحنا بنعطي فرصة للأخي المواطن إذا كان عنده ثمن نقاط مرورية ولم يصل إلى الحد يعني خلنقول الحد اللي 16 نقطة اللي يتسوجب من خلال حجز هذه الرخصة إعطينا فرصة أنه يوخد دورة تدريبية في داخل المحهد المروري مدة تدريبية فإذا أخذها وإشتازها يتم شطب ثمن نقاط مروري مباشرة يسجل له دورة وين ديوخنا؟ هذه الدورة في المحهد المروري وإذا كان يعني خنقول من مناطق الجنوب رح يكون يعني خنقول مدربين في المناطق الجنوبية حتى يعطوا هذه الدورة وبالشمال وبالوسط وداخل العاصمة يعني إحنا هذه دورة برسوم؟ لا برسوم لن يتكبد أي يعني مباغي نهائيا رح تكون بدفوعة التكريف من قبل مديرية الأمن العام دورة مجانية؟ دورة مجانية بس إنه ينتسب لها الدورة ويجتازها مباشرة يعني خنقول تشطب أنه تم النقاط برورية ولمرة واحدة في العام مرة واحدة في العام؟ لمرة واحدة في العام نعم أيضا إذا مر على نفس المخالفة لا أتحدث عن المجموع إذا مر على المخالفة قبل ما نصل إلى 16 نقطة عام مثلا واحد قطع إشارة ضوئية استحق أربع نقاط إذا مر على هذه المخالفة عام أيضا تشطب تلقائيا من سجل له واضح جدا أشكر كل الشكر في راس بيك على وجدة معنا وضحت الجديد في القانون والتعديلات اللي أوردتموها والتي بدأت تطبيقها وتنفيذها من قبل إدارة السير أشكر كل الشكر لحضورك معنا شرف شكرا للمشاهدة لحضورك معنا